ترأس غبطة الكاردينال لويس رفايل ساكو القداس الاحتفالي بمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس بمعاونة عددا من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين وقال غبطته في موعدته ينبه يسوع منذ البداية أن اتباعه ليس سهلا وقد يتطلب مجهودا كبيرا موضحا بأن الخلاصة والحياة والسعادة تتطلب الكثير من الاهتمام والجهد والصبر والتحمل والصلاة فالذين يخلصون هم الذين اجتهدوا في عيش إيمانهم بأمانة وثبات وتحملوا الآلام بسببه